اشتركوا في القناة والاصعاف الوطني دورهم الامني من خلال تنفيذ عدد من الاجراءات والترتيبات الامنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة وخاصة مواقع فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذا لمبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من جانب اخر ستقوم الادارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري من خلال مراقبة شوارع الرئيسية والتقاطعات بالقرب من مواقع الفعاليات والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة لضمان انسيابية الحركة المرورية كما قامت ادارة العمليات برأسة الامن العام بنشر دوريات النجدة في مختلف مناطق وطرقات المملكة لدعم جهود مدريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتعامل معها وفي ذات الاطار تعمل الادارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية بما يحقق السلامة العامة كما اكدت الادارة العامة لامن المنافذ على جهزية منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال اجازة رأس السنة الميلادية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمنافذ وتهدف هذه الجهود والخطط الامنية الى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات واحتفالات تتضلب اداء امني متكاملا وعلى مدار الساعة كما يعد التعاون المستمر بين رجال الشرطة وافراد المجتمع المدني ومؤسساته نموذجا لشراكة مجتمعية فاعلة تسعى لتحقيق الامن الشامل